لكن سؤالا ضروريا جدا يطرح نفسه هنا الجواب على هذا السؤال سيوصلنا إلى البحث التأريخي إلا أنني أعتقد أن كثيرين منكم يطرحون هذا السؤال إذا كان الطوسي فعل ما فعل بنا أضل الأجيال الماضية ولا زال ضلاله يتواصل عبر حوزة النجف وكربلاء وعلى أيدي مراجعها العظام كما يصفونهم لأنهم عظام عظام في سفاهتهم وإلا ما هي عظمتهم وهم جهال وجاهلون لا يعرفون على أي منهج هم يسيرون يسوقون أنفسهم ويسوقون الناس معهم إلى متاهات الضلال ولا أعتقد أنهم سوف يرعوون ويعودون إلى جادة الصواب إنهم مصرون على أن يستمروا في ضلالهم الطوسي هذا السؤال هنا أين إمام زماننا الحجة بن الحسن من كل هذا أين هو لماذا ترك الطوسية وأمثاله يعبثون بالشيعة الجواب بإيجاز ثم أدخل في التفاصيل إذا كانت الشيعة أراضية بما يفعله الطوسيون فإن الإمام لا أقول لا يتدخل فإن الإمام لن يتدخل ولن للنفي التأبيد ولست أنا الذي أحدد وظيفة الإمام إنما هذا واضح من آيات قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حقائق معارف أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم فضلا عن الواقع الذي عليه الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا واقع كبول البعير الساعة التي تأتي أسوأ من هذه الساعة التي نحن فيها وهكذا تجري ساعات أعمارنا وأيام حياتنا نحن الذين ندعي أننا متدينون بدين حوزة النجف إنه دين الضلال والصفاقة وسفاها دين البتريين والمرجئيين السفهاء هذا هو الذي جنيناه من الطوس والطوسيين سود الله تعالى وجههم في الدنيا والآخرة على الذي فعلوه بنا وفعلوه بالأجيال الماضية ولزالوا يفعلونه فهم مصرون على أن يستمروا على تفاهتهم وسخفهم وقذارتهم وحقارتهم وطفاستهم هذا الأمر واضح جلي جدا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لن يتدخل في واقع دنيا الشيعة ولا في واقع دينهم مدام الشيعة فرحين بما عندهم وكل حزب بما لديهم فرحون هذا الجواب الإجمالي أما التفصيل سيأتينا متلاحقا متتابعا في هذه الحلقة أبدأ بلقطة من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي هذا هو الجزء الثاني من سرائر ابن إدريس الحلي المتوفى سنة خمسمية وثمانية وتسعين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة التاسعة والأربعين بعد الأربعمائة ابن ابن إدريس هكذا كتب في كتابه وقال بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له أنا أنا لا أريد أن أتحدث عن المسألة الفتوائية وإنما أذهب إلى أهم جزء في الحكاية لأجل الاعتبار بها وقال بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له وذكر فتوى ذكرها هذا الفقيه الشيعي كشف عن اسمه والقائل بهذا هو السيد العلوي أبو المكارم ابن زهرة الحلبي رحمه الله كان معاصرا لابن إدريس لكنه توفي قبله هذا هو السيد حمزة ابن زهرة الحلبي من علماء سوريا عاش رتحا من الزمن في العراق ولكنه قضى أكثر حياته في الشام في سوريا في حلب إنه أبو المكارم حمزة أبو المكارم ابن زهرة زهرة هو هو غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع وهو أيضا في هذا الكتاب ربما أشكل على الطوسي لكن ليست بالطريقة التي أشكل بها ابن إدريس الحلي في السرائل على أي حال فابن إدريس ينقل عن كتابه الغنية ينقل كلاماً هذا الكلام ذكره الطوسي في كتابه المبسوط وهو كلام أبي حنيفة فتوى أبي حنيفة فتمسك بها ابن زهرة في كتابه الغنية ترتبط ترتبط بأحكام الزكاة ابن إدريس يقول شاهدته ورأيته شاهد من؟ شاهد صاحب الغنية ابن زهرة شاهدته ورأيته حينما جاء إلى العراق لأنه قضى ردحاً من الزمن في العراق شاهدته ورأيته وكاتبته وكاتبني وعرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ في أن تبنى فتوى أبي حنيفة التي تخالف ما عليه الشيعة أي تشيعة إنه مشيحة طوسي فاعتذر رحمه الله بأعذار غير واضحة وأبان بها أنه ثقل عليه الرد ثقل عليه رد ابن إدريس يقول إن أعذاره ما هي بأعذار وإنما ثقل عليه أن أشكل عليه وأن أكشف عيبه في هذه الفتوى فاعتذر بأعذار غير واضحة وأبان بها أنه ثقل عليه الرد ولعمري ولعمري أن الحق ثقيل كله ومن جملة معاذيره ومعارضاته لي في جوابه ذكر ما يرتبط بالفتوى التي أفتى بها وفقا لأبي حنيفة لا أريد أن أدخل في كلام الفتوى حتى لا أكون مضطرا لشرحها ابن إدريس يعلق يقول وهذا من أقبح المعارضات وأعجب التشبيهات وإنما كانت مشورتي عليه أن يطالع تصنيفه وينظر في المسألة ويغيرها قبل موته لألا يستدرك عليه مستدرك بعد موته فيكون هو المستدرك على نفسه فعلت ذلك علم الله شفقة وسترة وسترة ونصيحة له لأن هذا خلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام وشيخنا أبو جعفر قد حقق المسألة في مواضع عدة من كتبه إلى أن يقول وإنما السيد أبو المكارم رحمه الله نظر إلى ما ذكره شيخنا من مذهب أبي حنيفة في مبسوطه في مبسوطي الطوسي كتابه المبسوط فظن أنه مذهبنا فنقله في كتابه على غير بصيرة ولا تحقيق إلى آخر ما قاله ابن عدريس وجه العبرة واضح لا شأن لي بالطوسي ولا شأن لي بابن عدريس إنما هذا ابن زهرة تبنى فتوى أبي حنيفة في مسألة من مسائل أحكام الزكاة ضمن مسائل المزارعة في باب المزارعة تبنى فتوى أبي حنيفة وهو لا يعلم أنها فتوى أبي حنيفة أخذها من المبسوط من كتاب الطوسي وهكذا تسرب إلينا جميعا ما تسرب من الضلال من تفسير الطوسي ومن عقائد الطوسي ومن فتوى الطوسي ومن منهج الطوسي حتى أصبحنا طوسيين بامتياز حينما نبه ابن إدريس ابن زهرة على خطأه لم يستجب عنادا مكابرة وإلا فكلام ابن إدريس كان صحيحا بإمكانه أن يتأكد من هذا الموضوع إذا ما راجع كتاب المفصوط فإن الطوسي قد بيّن في كتبه من أن هذا الرأي يعود إلى أبي حنيفة لكن العنادة والمكابرة دفعت بابن زهرة أن يبقي فتوى أبي حنيفة في كتابه على أنها فتوى من فتوى دين محمد وآل محمد كما يدعي كما يدعي ابن زهرة هذا مثال بسيط مصغر وفي الحقيقة ما هو ببسيط ولكن بالقياس إلى منهج كامل لمذهب كامل مراجع النجف الآن إن لم يكونوا سابقا يعرفون حقيقة المذهب الطوسي في هذه الأيام قد عرفوا هذه الحقيقة وبإمكانهم أن يتأكدوا بأنفسهم بعد أن أكمل الحقائق التي سأعرضها في هذا البرنامج بإمكانهم أن يعودوا إلى الكتب وإلى الموسوعات وإلى المصادر التي تحدثت عنها وسأتحدث عنها أن يعودوا وأن يحققوا بأنفسهم بعيدا عني من دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار أن الكلام هذا قد صدر مني وإنما ينتفعون من فهرسة الموضوعات ومن مواطني الأدلة والشواهد والحقائق في الكتب والمصادر التي أشرت إليها وسأشير إليها في قادم الحلقات لاختصار الوقت عليهم ولتسهيل البحث عليهم حتى لو تأكدوا من أنهم على المذهب الطوسي سيكون موقفهم نفس موقف ابن زهرة حينما بصره ابن إدريس بحقيقة فتواه التي قرأت ما قرأت عليكم بخصوصها من كتاب السرائر هذه المشكلة تعيش مع المراجع وتعيش معنا أيضا مع أفراد الشيعة عموما حتى لو ثبت عندهم أنهم ليسوا على دين العترة وهم على المذهب الطوسي سيأخذهم العنات بسبب الانتماءات الحزبية وبسبب الارتباطات بالمرجعيات النجفية والكربلائية الشرازيون مثلا أتباع صادق الشرازي أو السيستانيون مثلا أتباع علي السيستاني أو الصدريون مثلا أتباع مقتدى الصدر حينما يعرفون الحقيقة فهل سيتحركون باتجاه الحقيقة سيرفضون كل هذا بسبب انتماءاتهم لزعاماتهم ولمرجعياتهم ولقياداتهم الدينية السياسية بل حتى العشائرية إذا بقي شيخ العشيرة حتى لو عرف الحقيقة من خلال هذا البرنامج متمسكا بدين مراجع النجف فإن عشيرته ستبقى متمسكة بدين شيخها حتى لو عرفوا الحقيقة كاملة ومن أنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة هذا البرنامج أنا أعرف خطورته وأعرف أهميته وأتمنى من كل قلبي أن كل شيعي من خلال هذا البرنامج استطاع أن يعرف الحقيقة أتمنى من كل قلبي أن يغير مسار حياته لا أن تفع شيئا من هذا إنها نصرة لفاطمة هذا هو دين فاطمة الطوسي طمس دين فاطمة قناة قناة القمر تدعوكم إلى دين فاطمة وذلك دين القيمة دين القيمة دين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر